ارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ما يقرب من 63 شهيدا و114 مصابا خلال الساعة الـ 24 الماضية وأكدت وزارة الصحة بغزة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وأضفت الوزارة أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت بذلك إلى 35 ألف و34 شهيدا و78 ألف و755 مصابا وذلك منذ 7 من أكتوبر الماضي